عقدت تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية حول الحوار الوطني بمركز شباب قرية صبيح التابعة لمركز هيهية في محافظة الشرقية ضمت مختلف الفئات العمرية والمهنية واستهدفت الجلسة لاستماع إلى أراء المواطنين ومقترحاتهم والتحديات التي تواجههم ضمن قضايا ومحاور الحوار الوطني المطروحة ومنها أهمية العمل العام بالإضافة لأهدافه وأهمية تفعيل مشاركة الشباب في جميع المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية نقشنا العديد من المشاكل منها ما يتعلق بتكافل وكرامة أو استخراج بطاقة الخدمات المتكملة مشاكل الفلاح سواء كان معاش الفلاح بشكل محدد أو أسعار توريد الأرز وغيرها من المشاكل حتى الفنية التي تتعلق بالأدوية البيطارية بالنسبة للمربي الماشية أو المبيدات والأدوية الحشرية في مجال الزراعة ومواطنين طلبوا بالرقابة على التموين وقضايا عدة طرحها المواطنين بمختلف فئاتهم نحن حسين بتفاعل مع الحوار والشعور لدى المواطن بصدق هذه الدعوة